شفنا في الفترة الأخيرة مخاوف ونقدر نقول تبعنا مقاسي على مستوى العالم في موضوع الوفيات الخاصة أو النتجة عن وباء كورونا يمكن كمان عندنا في مصر بتبقى حاجة صعبة جداً لما نفكر إزاي ممكن أهل المتوفع ما يقدروش ما يقدروش يتعاملوا مع الجثمان وفيه اللي بيرفض استلام الجثمان ده وده شيء موجع جداً وزارة الصحة أصدرت بيان بتوضح فيه طريقة التعامل مع جثمان المتوفى نتيجة فيروس كورونا البيان بيوضح أن الحرص دايماً في اتخاذ الإجراءات دي بيكون خوفاً من نقل العدوى من المتوفى في إجراءات النقل والإعداد للدفن لكن بعد الدفن وبعد مرور عدة أيام ما بيكونش فيه أدنى خطورة ولا أي سبيل لانتشار الفيروس وما فيش أي خوف نهائي من مناطق الدفن أو المقابر عشان دي كلها تساؤلات يمكن بتطرح في أزهان البعض وهو بيتابع الأزمة دي طبعاً يعني خلوني أن أنا أقول لحضراتكم بعض التفاصيل وينها نشوف يعني لو زمايننا في الكنترول يوضحوننا الإجراءات الخاصة طبعاً أنا أحاول على قد ما أقدر أوضح لحضراتكم العنوين الرئيسية طبعاً عند الوفاء يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاء بنفس إجراءات العزل كما هو مدع طيب نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى بيتم رفع الجثة بالملاء المحيطة بها وتنقل على ترولي قابل للتنظيف والتطهير مع طبعاً مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية ومع الالتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة والاهتمام التام بغسل الأيدي بعد الانتهاء من خلع الواقيات الشخصية طيب إجراءات الغسل والتكفين القائم بتخسيل الحالة ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة طبعاً زي ما حضراتكم كده شايفين تفاصيلها إيه ده بالنسبة للقائم بتخسيل الحالة طيب المحيطين بالحالة أثناء الغسل يجب أن يمنع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل وفي حالة الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكتر من واحد متر والارتداء للواقيات المناسبة ويجب تغطية أجزاء الجسم والتي يحدث منها إفرازات بضمطاط يعني زي ما حضراتكم كده شايفين برضو على الشاشة طيب إجراءات نقل الجثة بعد الغسل والتكفين بسيارة نقل الموتى لا يتم النقل بسيارة إسعاف يتم نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير منافس للسوائل توضع عليه علامة خطر الإصابة بالعدوى كما يتم توضيح ذلك بالأوراق الرسمية يراعى تواجد أقل عدد ممكن بالسيارة قدر الإمكان يراعى أن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة عدم فتحه إلا بالمدفن على جميع المتواجدين بالسيارة بجانب الجثة الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة أثناء الصلاة على المتوفى يراعى عدم فتح الصندوق لأي سبب آخر بند إجراءات الدفن عند فتح الصندوق لنقل الجثة داخل المقبرة يراعى التزام من يقوم بالدفن بارتداء الواقيات الشخصية المناسبة يراعى تواجد أقل عدد ممكن عند دخول الجثة للمقبرة الالتزام التام بغسل الأيدي أو دلكيها بالكحول عند توافره لكل من تعامل مع المتوفى الالتزام بتنظيف وتطهير كافة أسطح العمل التي تلامست مع الجثة بدءا من سرير المتوفى أدراج ثلاجة حفظ الموتى أسطح سيارة نقل الموتى صندوق نقل الموتى وطبعا باستخدام المطهرات المعتمدة من وزارة الصحة يعني كالكلور ألسال وأخيرا يجب أن لا يتم تحنيط الجثة طبعا يعني دي من أقصى البيانات اللي ممكن تكون يعني صعبة على مسامح حضرتك لكن للأسف هذا الواقع